وقال المزيد ينضموا إلينا عبر الهاتف لأستاذ عسامة الشلطوت ناقد رياضي أستاذ عسامة أهلا بحضرتك معينا يعني توقعات حضرتك للاستعدادات النهاردة لخلض مباراة اليوم وكمان التشكيل برأيك هيكون شكله أعمل إزاي أهلا بحضرتك وكل أستاذ المشاهدين والماتش النهاردة المفروض أنه عندنا حالة تماغنينة أنه يمكن لشوء غريب والأولاد الفراعنة أو زمائل المفروضة هم جيل المستقبل وهكذا هيكونوا عند حصن الضمت أعتقد أنه هم مهيئين إما لفوز بثلاثل قط ورفع الرصيد إلى يعني قمة اكتمال الصعود في المباراة الثانية وبالتالي يعني هيبغفروا على نفسهم ومحكاة المباراة الثالثة بل يمكن يشوي كمان تخزية الفريق بعض يعني ما لديه في بنك احتياط لأنه مع الكبار فريق كله من لعيب الدوري الممتاز ما يمكن أنه يتقل بك البدلاء هو بنك احتياط بتعني يوفر منه عدد من لعبين في المباراة الثالثة زأتها بالثلاثل قط حتى نقطة تعادل مع أداء يحترم من المنافسين هيكون أيضا شيء مرضي لأن كرة الخدم فيها نتائج ثلاثة لا خروج عنهم يعني أتصور أنه منتخب إدري سيطر على الفريق المالي رغم الإصابة المتعجلة للقصة نصر مالي في نصر الملعب وأيضا يعني بعض ما كان على العديد من ضغوط نفسية ومعنوية أكثر منها ضغوط عضلية والعمل أوساء في الصابة الصلاح محتل للصابة محمد أيضا لأنه مباراة الافتتاح لها ما لها في كل العالم مع الكبار والشباب وأيضا لأنهم كانوا بيحملوا لواء التعويض قديلا عن المنتخب الأول اللي هم نفسهم هيبوا المنتخب الأول في قادم الأيام إن شاء الله وبالتالي التشكيل النهاردة متوازن جدا اتفاقنا بأنه بعض التعويضات هتكون في ظل أنه شاء الله يحافظ لعبته وحافظ غانا المنتخب غانا فيه وماسي منه لعب مع فريقهم الأول بل كان عشرين ساعتاشر وقادوا إلى مصر حتى في المباراة الداية أيضا وبالتالي هو مستعد جيدا كما أعلن بل واللعبين أكدوا على الجمهور اللي النهاردة محمول له حاجات كتير برأي حضرتك إيه فأداء المنتخب تحديدا النهاردة وهو هيلعب مع غانا وصرعات لعيبة غانا الحقيقة ده اللي تم راصل فرعنا المصرية بتسادر تسيطر على المنافس حتى العرب فيه المغرب العربي جزائر دونس والمغرب معهم الشمال العربي الأفريقي يعني بيؤكدوا دايما أنهم مع منتخب مصر بيفرض عليهم الأداء المصري المعتمد على ذكاء اللعب المعتمد على أنه اللعبين بيقدروا يعني ما يخلوش الصراع صراع بدني لأن الصراع البدني لصالح أهلنا في القرى الصمراء ليه بقى؟ لأنه أصلا أن صفل صغير بيروح المدرسة على أبعاد يعني من 13 إلى 14 كيلو مفيش حتى 7 أو 8 كيلو بيروحهم ماشي وبالتالي فهو بدنية طبيعة حابتهم بيها وبالتالي دايما الفرع المصرية بتقنوا اللعب فنيا لكن اللي بيطفد 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 واقع برص بحضر بقى طبيلة بتاعد إيه؟ يروح بفرصة واحدة بيطفد ألماء أستاذ عصامة ليش ممكن حرك تغير مكانك لأنه الصوت متقطع شوية بيقطع أداء أداء يكتمل يعني مباراة تانية اللي بدون ضغوط وفي حصيرة المنتخب ثلاث نقاط وبالتالي دعينا ننتظر التسعين دقيقة ونقضي يعني علامة كاملة لكن أنا أتصور أنه مش هاخد أقل من 8 من 10 متخبنا إن شاء الله طب إحنا دلوقتي ماليو والكاميرون معانا في نفس المجموعة وهم بيلعبوا دلوقتي تعادلهم إلى أي مدى هيفيد الوضع منتخبنا؟ نعم بيفيدنا كلما فقد منافسينا نقاط زي المباراة الأولى لدينا ثلاث نقاط والمنتخبين باقي المجموعة تعادلوا وبالتالي فقدوا يعني حسطتهم في عندهم يبقى عندهم من أخط حرار ده اللي هيخلينا نشعر أن العهد يكون النتائج الأخرى بتعطيهم وركزهم اللي أمام ركزة طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عصام طب أستاذ عصام سمعني حضرتك قبل ما قبل ما قبل ما طب أستاذ عصام يعني حضرتك كنت بشرفنا هنا في الستوديو وقلتلك تتخيل إنه المباراة هتخلص كام كام قلتلي 1-0 والحقيقة نخلصت 1-0 عندها مباراة اشتتاح لك ندينك بعد أصدقاء طب النهاردة بقى تتخيل تبقى كام كام 1-0 1-0 طب خلص سنرجع لحضرتك وفي شي تانية أستاذ عصام بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عصام شلتوت الناقد